ومحمد لمين بن شابير المطلوب رقم واحد في جزائراته الأيام الصحفي والنقد الرياضي الذي غاب يوم السبت وهرب بعدها خسارة الرياض أربع هداف مقابلها أمين تخيل أن الجميع ممن يلتقيني في الشارع في المسجد في أمام المنزل أين هو بن شابير أين اختفى بن شابير لماذا لم يأتي بن شابير أين كنت يا سي بن شابير كان عندي ظرف طارئ على بل بلي بزاف عبادة يقول لك بلي كيخسروا الكلاسيكو أنا مش يعوين مع وايدي أنا مامي هي يلعبوا كلاسيكو يخسرون جي عادي ما عندي حتى إشكال كان عندي ظرف طارئ صح كانت هزيمة مؤلمة قلت صراحة أمين قبل الحساء قلت بأنه غدا إن شاء الله سأغيب قلت بلي راح نغيب مهما كانت النتيجة راح نغيب سمع ماملو كان فازو ريال مادريد كنت راح نغيب وكان أو ميدويش ففازو ريال مادريد ربعة صفر كان عندي ظرف طارئ ما جيتش ما جيتش يعني ما جيتش يعني ما ظرف طارئ يجي غير من المبارايتها كلاسيكو الله غالب هذا مكتوب مكتوب ربي سبحانه وكانت مباراة صعبة جدا كان ريال مادريد سيطر في الشوط الأول برشلونة سيطر في الشوط الثاني الفرق بينهما أنه الفريق اللي كانت اللي سجل في سيطارة تاعه هو اللي يفاز والفريق اللي ضيع فورس كثيرة وكان دفاعه مهلها الأخسر بسبب أخطاء نشوف أنها فردية صحيح أني لومت أونشيلوتي ولكن في المقابل لما تشوف مثلا أنه بابي وصل للمرمى أكثر من عشر مرات ما يقدرش أونشيلوتي هذا معناه أنه أونشيلوتي ورى لك الطريق لي تلحقك للمرمى دار لك خطة لحقاتك للمرمى كان ريال مادريد منقوص من لاعب بجودة توني كروس في تمريرات طاويلة ليعرف كيفاش يعطيك تمريرة بلا ما يحسب لك السرعة تاعك بلا ما تطيح في مسياد التسلل هذا الأمر مهم جدا ما كاشكين هذا اللاعب في صفحة سنعود إلى هذه الخسرة ونفصلها ونحللها ولكن بعد أن نستعرض ما يجري في العاصمة الفرنسية وبالضبط في مسرح شاطلي بالعاصمة الفرنسية باريس وأطوار حفل الكرة الذهبية التي يحضرها الكثير من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين ميدو كتيبة برشلونة حاضرة بقوة في هذا الحفل وهذه الصور لوصول بعض اللاعبين نادي برشلونة ستعطينا الصور حية بعد قليل ولكن هذه الصور كانت قبل الحفل لوصول بعض اللاعبين البرشلونة مرفقين برأسهم لابورتا ورودري أيضا رودري لاعب نادي منشستر سيتي بالعكازات وتكهنات كبيرة بأن رودري سيكون الفائز بعدما كان المرشح رقم واحد هو فينيسيوس ربما ستحدث مفاجأة كبرى اليوم ويفوز بها رودري لأن الجميع كان يتوقع فينيسيوس سنتحدث عن هذا الأمر بعد قليل ولكن بعد أن نستحذر معك الحاضرين والغائبين عن هذا الحفل نعم غياب جماعي لوفد ريال مادرس بما فيه اللعبين ورئيس وكل ما له ومدربون تشيروتي هذور لعبي برشلونة يتقدمهم يامين يامال اللي فاس بجائزة ريمون كوبا كأفضل موهبة شابة هذه الصور مباشرة نعم كان حتى للمركز الأول كأفضل هذه عائلة هانس عائلة فرنس بيكمباور الراحل هذه السنة فرنس بيكمباور حتى ابنه يظهر في الصور رفقة والدته كان فيه يامال اللي توج الآن أول لقبة رسمي أفضل موهبة شابة تقدمه لقبة مستحق بالنظر للموسم اللي قدمه بالنظر لكأس أوروبا خاصة اللي قدمها مع المنتخب الإسباني كان حتى المركز الأول في المركز الثاني كان فيه أردا غولار لعب ريال مادريد في المركز الثالث كوبي ماينو من متوسط ميدان مونتشستر يونيتد في المركز الرابع صافينيو لعب جيرونا الموسم الماضي كان قدم موسم جيد انتقل به المونتشستر سيتي وباوكو بارسي صاحب المركز الخامس في ترتيب أفضل لعب شابة حابب نكمل المركز السادس كان نحتل له جوونيفاس لعب بياجي جوونيفاس غارناتشو مركز السادس ثم ثلاثتهم في المركز السابع زايريمري ماتياستيل لعب الباييرن وكذلك كاريم كوناتي لعب نادي ريبزي نعم فرسلوش غياب جميع المدعوين من ريال مادريد هل هذا يوحي بشيء؟ هل غضب مسيروا ولاعبوا ريال مادريد لأن الكورة الذهبية ربما لن تمنحها لفينيسيوس أبرز غائب عن هذا الحفل اليوم وهو ما يوحي بصفة شبه مرسمية بأن فينيسيوس لن يتحصل على الجائزة ولو أن المنظمين قالوا بأن السرية التامة هذا الموسم هي عنوان هاتية الجائزة مثل ما جرت عليه العادة لم ينقوموا بأي حوار مع أي لعب لأنه في العادة يقومون بحوار مع الفائز بالكورة الذهبية وتتسرب الأخبار هذا الموسم لا يوجد أي حوار مع أي لعب جميع كانوا يعتقد بأن فينيسيوس هو الفائز ولكن ربما تسربت بعض الأخبار التي وصلت إلى عائلة ريال مادريد ولذلك قاطعوا الحفلة اليوم نعم هذا ما أراده يعني يقوله المنظمين فيما يخص يعني السرية التامة فيما يخص هوية اللاعب الذي سيفوز بها الكورة الذهبية لكن لو غاب لعب أو لعب بينه ثلاثة لكن عندما يغيب فارق كامل تفهم بأنه فيه يعني سخط من جانب إدارة ريال مادريد عما تنحو لهوية الفائز الجديد بها الكورة الذهبية نعم نظن بأنه حاولوا بطبيعة الحال الحفاظ على السرية فيما يخص هوية اللاعب ولكن 24 ساعة قبل الحفل نظن أنه ما تقدرش تخبي أكتر من هذا وبالتالي غياب كامل لعناصر ريال مادريد يدل على ذلك ولكن لو نتحدث عن هل عندهم الحق في الغياب أو لا فيه أيضا كلام نقوله الشيء المؤكد هو أنه فينيسيوس يستحق الكورة الذهبية هذه السنة ولو يفوز بها الكورة الذهبية رودري نظن بأنه اللاعبين وأيضا المدرب والإدارة إدارة ريال مادريد على حق في مقاطعة الكورة الذهبية لأنه بصراحة فينيسيوس يستحق أن يأخذ الكورة الذهبية هذه السنة نعم هل وصول رودري بالعكازات وغياب فينيسيوس دليل على أن رودري هو الذي سيفوز بالكورة الذهبية؟ أم أن الأمور لم تحسن بعد لا محمد بطبع عندما يغيب لعب على البالوندور اليوم تتعرف اللاعب هذا غير معني بالبالوندور بسبب ما رشح يتحصل على الكورة الذهبية كما جرات في وقت كريسيان ورونالدو عدة مرات نهار كان يعرف بلي من قبل ما يعرفش بلي حيأخذ البالوندور لم يأتيه إلى الحفل لا كريسيان ورونالدو بالعكس كان دائما يحضر ويصفق على ليونال ميسي لا 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 ما حضرش يقع لبالوندور تبع محمد تقريبا مرة أو مرتين لكن في العادة دائما يحضر لأن البالوندور في ذلك الوقت كان ينظم بين فرنس فوتبول والفيفا والفيفا يعني شبه إلزامي الحضور يكون شبه إلزامي يعني أن الفيفا مؤسسة رياضية قوية جدا ونقول بين مزدوجتين تحاول أن تجبر لعبين على حضور مثل هذه الحفلات محمد اليوم ما تقدرش سيفريل بلك فينيسيس أنا أقول بلي تكلمنا عدة مرات من قبل حوالي تقريبا شهر من قبل أو شهرين كنا تكلمنا على البالوندور قلنا بلي رودري اليوم راهو أحسن وسط ميدان في العالم كما تكلمنا على فينيسيس قلنا بلي هو تاني أحسن قلب هجوم في ريال مادريد وفي العالم يستحقوا في زوج البالوندور مي انتال الكورة الذهبية اليوم نقول لك بلي رودري ما يستهلاش لا مي فينيسيس أنا أقول بلي كان شوية ضم سيتوف لد الأوينة الأخيرة هادية ومع نهاية العام الموسم الماضي كان من أحسن اللاعبين كيفاش الاختيار اللاعب هذا كيفاش تختار لعب بشير بحبالوندور لازم ما من الفيفا ولا الفرنس فوتبول لازم يوضح الأمر للناس اللاعبين للجمهورقاء يقول يطي المعايير علاش كيفاش يفوز اللاعب يطي المعايير الحضرة يدخل شخصية متيرة من الإعجاب في الكورة المعيار غريب المعيار الثاني نادي أداء الفريق والتتويجات بارك الله فيك الاتصير هناك تصرفات اللاعب الرياضي منا في الباطاك شكرا لايك احترامه من لحم وضح الشعبوية. ما هو احسن لاعب وسط ميدان في العالم. حتى لاعب احسن لاعب في العالم ما شي هو. ما حاليا. ما حاليا. ما هو احسن لاعب وسط ميدان في العالم. بعد نقول لك شكو. فينيسيوس راح ضحية على فكرة السوبرليج والصراع الكبير اللي من شئ بين الويفا اتحادية الاوروبية لكولة القدم وادارة ريال مادريد. ولكن جائزة كين تعاون بين الويفا وفرنس فوتبول. لكن فرنس فوتبول مؤثرة جدا في هذه الجائزة. حتى لما كانت تنظبها مناصفة مع الفيفا. فرنس فوتبول كانت لها اليد العليا. او كلمة المسموعة. ما من عندها اليد العليا. نقوله في حال.